اهلا بالجمهور الكريم تحدثنا في الحلقة الماضية عن إشكالية المراجع الإسلامية وقلنا أنها ليست مصادر أصلية لأنها جاءت بفترة طاويلة نزوها قرنين من الزمان تقريبا على مرور الأحداث التاريخية لظهور الإسلام وتسترقنا كذلك لشح وجود الوتائق التي تعود لتلك الفترة وبدأنا في الحديث عن المخطوطات العربية النابرة وعلى رأسها أقدم المخطوطات القرآنية والتي ترجع إلى نهاية القرن السابع وبداية أو البدايات القرن الثامن الميلادي وقلنا لا يمكن دراسة المخطوطات دون الرجوع إلى المعايير العلمية الثلاث وبدأنا بتعريف المادة الأولى وهي علم آثار الكتاب أو علم كتب المخطوطة كوديكولوجي فهي تنظر للجانب المادي فقط في المخطوطة اليوم نتحدث عن المعيار الثاني لدراسة المخطوطات وهذه المرة التركيز على الخط وتطوره عبر العصور لتسهيل قراءته وتحديد المعنى النص وهذه المادة العلمية تسمى علم الكتابات القديمة أو علم الخطاطة باليوغرافي باللغة اليونانية كتعني قديم وغرافي تعني كتابة أو خط أي علم دراسة الخطوط القديمة وفك رموزها بالمناسبة أقدم خط عربي دون به القرآن هو ما يسمى بالخط الحجازي والذي سماه هو المستشرق الإيطالي مايكل أماري وذلك في القرن 19 المستشرق الإيطالي أطلق على هذا الخط الخط الحجازي لتسهيل تسميته على الباحثين لأن أول من آشار لهذا الخط هو ابن نديم المتوفى سنة 1047 ميلادية فابن نديم في كتابه الفهرسة سماه بالخط المكي الماداني اعتقادا منه أن هذا الخط يعود لتلك المنطقة بين مكة ويتريب إلا أن الأبحاث العلمية الحديثة برهانات عبر النقوش والمخطوطات أنه خط ينتمي إلى الشمال ما يسمى في التقسيم الإداري الروماني بالعرب البطراء أو أرابيا بيترا وهو خط وصفه ابن نديم بالخط المائل نظرا لميلان الألف واللام نحو اليمين وربما كان هذا هو اسمه الشائع قبل ابن نديم والمتخصصون يرجعون أصل هذا الخط إلى الخط النبطي في الشمال سوف نتحدث عن هذا الموضوع بتفاصيل في حلقة خاصة السائد الآن عند العرب أن الخط الكوفي هو أقدم خط عربي على الإطلاق لكن وبواسطة علم الخطاطة بليوغرافي استطعنا أن نعرف أن الخط المائل هو أقدم خط وبالتالي تصنيف المخطوطات بحسب الخط من حيث القدم نعود الآن للمعيار الثالث والذي استخدمه الأستاذ ألفونسو داين في تدريسه لمادة علم اللغة اليونانية فيلولوجي غريك كما أشرنا في الحلقة الماضية فكلمة فيلولوجي يمكن قول أنه علم فقه اللغة المقارنة يركز على النص المكتوب ومعناه ولتقريب المعنى من المشاهد الكريم يمكن ضرب مثال على ذلك فعلى سبيل المثال نحن في المغرب عندما نقول عبارة لحم خضر نعني بها اللحم الطري لكن يمكن في سوريا أو العراق أو في مكان آخر أن يفهم أن هذا اللحم أخضر فاسد يعني عكس تماما المعنى الأصلي في المغرب لأن هذا اللسان متأثر باللغة الأمازيغية اللغة الأصلية في شمال أفريقيا إذن يجب تحديد جغرافية النص ومقارنة لغاته باللغات المحلية واللغات ذات الجدر الواحد فبدون استخدام مادة الفيلولوجية يمكن الوقوع في الخطأ تفسير النص وفهمه وسوف نقدم أمتلة من النص القرآني ونرى كيف يصبح النص واضحا لا يحتاج لتأويل عندما نعيده لأصله اللغوي بعدما عرفنا ضرورة استخدام هذه المعايير العلمية الثلاث من كوديكولوجي باليوغرافي وفيلولوجي الآن يجب تحديد جغرافية النص القرآني باعتباره أقدم نص عربي وصلنا وأقدسه وهنا العديد من المشاهدين سوف يندهشون من هذا الأمر ويتساءلون أليس باديه أن القرآن هو نص عربي يعود لمكة والمدينة؟ الجواب على هذا السؤال يحتاج تأكيدا وتعزيزا من هذه المعايير الثلاث العلمية السالفة الدكر قلنا في بداية هذه الحلقة أن أقدم خط عربي كتب به القرآن هو ما يسمى خطأا بالخط الحجازي وهو خط ماء القديم وبشهادة ابن نديم وكذلك بإجماع علماء علم المخطوطات وعلم الخطاطة عندما نعود للنقوش التي جاءت قبل ظهور القرآن نجد أن الحرف العربي الموجود في أقدم المخطوطات القرآنية هي امتداد والتطور من خط قديم وهو الخط النبطي وكما تعرفون أعزاء المشاهدين أن الأنباط كانوا حضارة كبيرة انتهت في سنة 106 ميلادية على يد الروم ما بقي من هذه النقوش على أغلب نصوص قصيرة جنائزية تذكر اسم المتوفى تاريخ وفاته وكمثال على ذلك نقش النمارة يعني بجنوب سوريا وهو شاهد قبر مرؤ القيس الذي توفي سنة 328 ميلادية وهو أحد ملوك المنادر وهذا الشاهد موجود الآن في متحف اللوفر بباريس لو أردت أن تراه بأم عينك وما يؤكد هذا التطور هو وجود التعريف في أول الكلمة كما هو في اللسان العربي وفي اللغة النبطية وهي خاصة في اللغتين خلافاً للغات السامية الأخرى فالتعريف يكون في آخر الكلمة في اللغة السوريانية على سبيل المثال والخط النبطي ينتشر بخاصة على أرض الأنباط في الأردن وسيناء وشمال السعودية منطقة العلا وبسبب التجارة والهجرة نجد هذا الخط موجوداً كذلك في سوريا كما لاحظنا في تسمية شاهد قبر أبو ألقيس وكذلك مثال آخر نقش أم جمال الأول لشاهد قبر فهر بن سالي ووجد بجنوب دمشق وكذلك نقش شرحبيل الذي وجد بحاران في جنوب شرق تركيا حالياً والسؤال مطروح هل هذا الخط كان موجوداً في مكة والمدينة؟ في الحلقة القادمة سوف نرد على هذا السؤال وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر